السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هاد نهر ان شاء الله سنتكلموا على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانب انا في حقيقة حاولت انني لخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كيل المربي اللي كيجيروا واحد اخطاء و يعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطيحوش فيها تنتهم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس اللي محترفين قدرو يتاوموا ياخذوا واحد النقاط من هالفيديو انهم هادك نقاط شائعة بالناس في تربية الانانب اول خطاء وهو عدم اعطاء تحصين او التطعين شح الموعد يقول لك لا نراني عايشين عندي الانانب بغيها كاك راني مكاع بهم لد ولا ولا كونوا متأكدين ان هاد الشائعة رها خاطة مياف مياه ان كاينين امراض موسمية اللي اللي لابد ما كتجي الانانب وخصنا نطعمو الانانب لنا ونحصنوها نديرو التحصين هاد تحصين راه كالانسان الانسان كلنا راح نضار بين الجلبة اي واحد راح ضار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليسر كتجي من واحد الوقت الوقت التاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شحب واحد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوجم عالق في فريترو معليش باش يزيدوا مازال يكبلوه مازال مازال هادي تحياء خاطئة كين اللي كي بغي يضرب ليبرى وكي يحاول يزيد كثر في الجرعات هادك الجرعات يلزلت فيهم ركاة الدواء الدواء توا راه ناشي يلزلت الكمية انها تبرى ضغير العمليات التي يعطيها هي التي تشكلها ثالث حاجة وهي النظافة شحل مواحدك يهمل النظافة هذه ليستضرع اللي في الفيديو ديلي دي ميلة بغيت الاناني بدي لكم يكونوا مزيانين وهيا تكونوا منقين مزيان الكاج مرة مرة المي تبدل مرة مرة ذاك الزنكات تحتانية تغسل لما لو لو نهار تشمشه اكش يكامل تدرون فوحد الخنشة الاناني بدي لكم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد ثلاث شهور ولا ماشي مشكل مزيان حتى هي رابعة حاجة وهي إعطاء الماء للأرانيب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك لا ما كان عطيه وش حنا يجعل الأرانيب دينا الماء وهي في حقيقة راه ماشي 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 الأرانيب ما كيشربوش الماء وما عايشين ما يمكنش من بحث في هذا الموضوع فلقيت أن هاد الناس اللي كيكونوا ديرين هاد الفكرة هادي كيكونوا ما ديرينش ليكاج أول حاجة يكونوا ديرينهم غي في الأرض يعني كيحفروا مساكن هادوك الأرانيب كيحفروا وكيمشوا يقلبوا على شي مصدر ماء وكيشربوا منو أو كينا وحد أخرى أن الأرانيب يعني اللي عايشين في ليكاج هنا كيسموك عطيهم كعطيهم السيكالي حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كيعطيهم واحد نبات أخضر كيستنبتهم واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كاين في النبات كيعيشهم وصف ناشفها بحلي نشرب الماء ولكن هدية فكرة خاطئة وأم فيها بسعطي الأرانيب والطويسة ديال الماء وتطبي ع evidenولها مره 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 فهند كل شيء لأی ان وجعلنا من الماء كل شيء الحي أي حاجة كائن لا يشرب الماء كيفاش الطريقة كل واحد عطي ييعطيب سيده ربي كيفاش نبس لا تاييجين شرب الماء بمكن أني تعيش بدون ماء اه كينوح القادية اخرى ديال اه وهي فحقة غريبة انا هدي هدي يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هاد البلاد بعدها اللي احنا فيها ويقل لك هيعطيه الالانب الحبوب منع الحمل يعني هاديره 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 بوم فدفل ليامات وقاع الناس كلهم كيمشي ويشريو هادك الحبوب ديال منع الحمل ديال الوية ديال البشر ديال المرأة لكتستعمل الادوية وهما باش كيربحوا كتر كيمشيو ياخدوها من الصفيطاء وكيبقوا يعطيوها كيديرو ديال الحبيبة كيديروها في معلمة كيديروها لها معلمة ويخاطيه مئة بالمئة وحبوب منع الحمل لا إني ما كتموت بشيه صيلة لالالالالانب هدي انا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لدى النقطة لاننا راه فكرة شائعة فالليامات وراها خاطيه مئة بالمئة كينعوثاني اه اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نديرو شي فرفرة ونديروها مباشرة كتضرب الألانيب نقولو بإليار غتبردهم إياما الشي غتتبردهم أنا غذي الساعة غذي يمرضوا بالزوكام وغذي يمرضوا بشي أمراض اللي انتم ما يفغين عنها يعني ديما الفرفرة تكون معلية الفوق أو الكوروندير يعني تكون كتضرب في واحد جيهة يعني تتمص من جيهة الشرجم ولا وتضرب في واحد ما تضربش في الوسط دي الألانيب تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جيهة أخرى هذا أو الفرفارات اللي كيكونوا كيدورو وتهمهم زيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ذاك واحد الرياشة قد ترش عليهم البرد تهدوك أفضل قعف إذاً التيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الأرنب كين فصل الصيف النقطة أخرى وهي فصل الصيف كينلي كيقول آه هم كين هتوا بزاف غادي نشد الماء بارد ونعطيه لهم مباشرة هادوك هتوا دعو معهم لأنه المعدة ديالهم كتسحملش وشحال مواحد مشانول الأرنب بهذا القادية دي أنه كيعطي المياه باردة للآرنب خص يكون الماء في الحقيقة أنا ضرت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خص يكون ملائم للغرفة يعني إما المزرعة أو الغرفة اللي انت قم فيها أو السطح أو خص يكون ملائم ميكونش بارد بزاف أو سخون بزاف لا يكون مؤتاديل راقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوه منه وحنا تتاهم ما يشربوه منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيوه لهم هدا هذي نقطة كين واحد القادية كين ناس اللي ديري الأرنب هم مبغينش يصرفو عليهم محترية بس مو كيديرو كيمشو يجمعو الخضراء التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكيعطيوه هم هذي هذي نقطة القيتها في واحد في واحد الحيادينا هنا اياها موش كيلة كيمشو يجمعو الزبل حشاكم يعني كي يجمعو من 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 البوبيل وكي يعطيوه لهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاكرا ماشي اقتصادها ذاكرا راتعفون ويقدر للأرنب يموت وتا ذاك الشي اللي كي يعطيوه لهم راكي يكون كابر بوح طريقة ماشية هذي مهمة لا حوله القوة إلا بالله كين فكرة اخرى اوتاني هدا البابيون را باغي خرج كين فكرة اوتاني وهي آآ الاخيرة وهي اللي مهمة في الأرنب كاملين تصر بيدي الأرنب وهي من كشفوش الأرنب دينا على شي واحد غريب ولو يكون هداك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كيشوش فيهم بوح تشوفها خيبة ولكن حاولوا أنكم الأرنب دياركم ما توريهمش للناس وخي يكون الجار وخي يكون الأهل دار دياركم راهم عايشين معهم هما راهم حساسة الأرنب كي يحسوا بزاف يلمشو شافو غي واحد غريب كي بقى كمش في واحد الجيهة تلغد ليه كي بقى ويموت واحد مور واحد علاش لأنه راكب وريتي الأرنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا ما شافوه كي يخافوا هاد الأرنب بحال من دايرة في الحقيقة أنا لا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش هالموضوع هادا نصقوا لمشاهد ففي تداكيلة ديالهو ما يقبلش يحيل منا هاد الموضوع ديال الأرانب بتاشو بحال وحد أشمع شاعله هاد الشمع إلا مشي تتوجهتها لريح كopodفى كتفى إلا مشيتي بقيت دي ما ديلها واحد الكوفير من هنايا ومن هنايا وخا غير بيديك لم يديك عليها أنها ما غاديش تتفى مشروع الحمد لله قال لي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في اللول الإنسان ما يكونش عارف وخا إلا صبرتي في هذا المشروع كون متأكد أنه على الأقل غادي يكون عندك كتفاء ذاتي لمنزل ديالك من الحم ما غا تقعوش شري واللحم هذا متأكد مننا ولا صبرت وطورت المشروع أما كتوف تصرفوا على سلمال وكتوف تزيدوا الطور وطوروا بالله لك المشروع أنتما ماشي للربح غير تطور وطور وطور وطوره 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 وحيد النار غادي تصدقى لديك وحيد القاطع لأرينب المشروع الذي لا تستطيع أن تقابله سوف تجد المشروع أخر ولم يقابل معك كونوا متأكدين من هذه القادية إذاً مشاريع زوينة على هذه الشكلة هذا المشروع سأحصل من المواشي وشن من الدواجين لان انا كل شهر تقدر تلقى خلفه جديدة ولو ما تكونش من نفس الام ولكن اذا عندك واحد تمانية الامهات ولستة الامهات ولا ارا كل شهر عندك خلفه جديدة او وجوج خلفه او ثلاثة او كين الناس اللي كيكونوا متمكنين ارا كيوليو عندهم يعني اربعات الخلفات خمسات الخلفات في الشهر وهي غيع اسميتوا واحد القفص صغير وهو عرف كيفش يخدم وكيفش يبحث وعرف كيفش ناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وسميتوا واعطاهم الوقت ارا واحد النهار كونوا متأكدين اذا تبعتوا التوجيهات ديال الفيديوهات الحمد لله ديوتيبر عاطينا واحد الكنز يعني انتم تواصلوا المعلومة بالسيطاتش حالذي ما كانش عندنا المعلومة كتوصل عندهم كل شي دبال المعلومات واصلين يعني حاولوا انكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تفاش موضوع ديالنا سهلة هاد الاخطاء انا حاولت نوضحها لكم باش اي واحد عنده شي خطأ من هاد الاخطاء هدي وهي شائع كونا نقول لكم ان كنسوا الناس كان نبحثوا هدي كنلقاء هد الاخطاء راية الناس كي ديروه يعني الا لقيتوا شي خطأ من الاخطاء حاولوا انكم تداركوه را هاد شي يعني تجربت الاخطاء ويعني بحثت فيها مزيان عاد حاولت انها ندورها الناس لي ما زال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتكيوا على الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة. واشركم بركة رمضان كريم. الى اللقاء.